صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربية القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات الحربية من طلبة الذكور خارجي الجماعات الحكومية والخاصة الحاصلين على الدراسات العليا للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2022 جاء ذلك خلال وقاء المؤتمر الصحفي بمقر الكليات الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكليات الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 من أكتوبر من عام 2022 وحتى يوم الخميس الموافق العاشر من نوفمبر من عام 2022 وسيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف